ماذا عن مشروعية لقاء النساء الرجال والحقيقة هذه القضية أثرناها يعني الحقيقة أكتر من مرة لكن يبدو أنه هناك البعض اللي جهلا يعني متعمد أنه يقلق حياة الناس بأحكام في الحقيقة هي من عندي أنفسهم وليست يعني ولا تمط لشرع الله بصلة الحقيقة أنه جاءني سؤال من أخت فاضلة بتتكلم بتقول أن زوجها بيشتغل مهندس أجهزة طبية في مستشفى القصر العيني بتقول وشغله طبعا فيه ستات ورجالة وبيقول بتقول لي فيه أو بيقول أو زوجته يعني اللي بتسأل واحدة معلمة بتدي دروس دينية في مركز فتحاب المعادي وبتقول أن أساس شغلها ده وشغل كمهندسة للأجهزة الطبية شغلها في هذا المكان فلوسه حرام فلما بتسألها بتقول لها عشان الشغل فيه اختلاط بيء الرجال وهل هذا الكلام مظبوط لا طبعا هذا الكلام ليس منضبطا هناك فارق كبير بين لقاء النساء الرجال وبين اختلاط النساء بالرجال هي اللي بتخلط بين الحقيقة مفهومين اللي اتنين ليس لهم علاقة ببعض لقاء النساء الرجال ده أمر مشروع جدا لأنه ده من تتمت عجلة الحياة كيف لا يتم دالك اللقاء وملا وإحنا شفنا الأحكام الخاصة بيه زي الشرعي للمرأة وطريقة الكلام الأداب الخاصة في المظهر والأداب الخاصة في طريقة كلام النساء والأداب الخاصة في أمور كثيرة جدا من غض البصر وغيرها من سائر جملة الأحكام والأداب الشرعية اللي جاءت لتنظم في المجتمع الإنساني عند لقاء النساء الرجال إن يكون فيه يعني أفضل صورة ممكنة حتى يتفادى بهذه الأحكام اللي أسسها وجوهرها إن الإنسان يعقد النية ألا يقع في معصية الله سبحانه وتعالى ويكمل هذه النية المضمرة في قلبه بالتباع هذه الأحكام الشرعية اللي من شأنها تجعل هذا المجتمع الإسلامي مجتمعا عفيفا لا يحضر عليه التفاعل فيما بين النساء والرجال ولكن في حدود هذه الضوابط الشرعية من غض البصر من المرأة وغض البصر من الرجل من الأداب الخاصة بالملبس للرجل والمرأة كذلك من طريقة الكلام من طريقة المشي من طريقة الجلوس كلها أحكام جاءت لتنظم هذه العلاقة فلو أن الإسلام يحضرها لماذا جعل كل هذه الأحكام والأداب هذا من جهة من جهة أخرى إذا هي نظرت وإن كانت دارسة حقا لرجعت وعادت إلى المجتمع النبوي الكريم وكيف كان فيه لقاء النساء الرجال ده أمر كان معروف جدا وكان بيحدث وشوفنا قبل كده نمازج كثيرة جدا ده المرأة كمان وجدت في ميدان القتال وجدت مش بس في تضميد الجراح والقيام بإسعاف الجرحة ونقل القتلى لا ده قامت كذلك بالجهاد والقتال في ميدان المعارك كذلك المرأة شاركت في العمليات الخاصة بالمدواوة وكانت المرأة في المجتمع النبوي عندها هذه المهارة فكانت الطبيبة وكانت الممرضة وكانت تلتقي في ذلك بالرجال وكان ده في الحدود المتعارف عليها واللي هي ضبطت بأحكام الشرع الحنيف ولا يقول البعض بأن ده ظروف طارئة لا أبدا كان المجتمع فيه بيتلتق في الأسواق وفي بيع وفي شراء وفي غيرها من الأمور وعندنا مثلا أمثلة كثيرة جدا أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء هذه المرأة المفوهة اللي كانت حسنة المنطق وحسنة المنظر وكانت كذلك تجمع الأسئلة وتذهب بها في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقي بالسؤال تلوى السؤال على مسمع ومرأة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابتي الكرام عندنا كذلك نماذج أخرى عديدة جدا في مسألة لقاء النساء الرجال في صورة منضبطة شفنا خالد جابر بن عبد الله اللي كانت لها حديقة وكانت بتساوي النخل بتاعها وكانت تهذب نخل هذه الحديقة وتجمع السمار في وقت كانت طلقت فيه وجاء رجل ونهرها لأنه عارف أنها في وقت عدتها فراحت للنبي عليه الصلاة والسلام تستعلم في أمر دينها وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام أما قاله ذلك الرجل أمرا يعني منضبطا وفق أحكام الشرع وولى خالفه الصواب وتذهب وتذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولنرى قوة شخصية المرأة العربية واللي زادها الإسلام قوة على قوة أو أعطاها كثيرا من الحقوق التي حرمت منها فزادها بريقا فنشوف هذه الشخصية التي لا تستكين لأي إنسان يقول لها شيئا لا دي تروح وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله في هذا الحكم ويقول لها النبي عليه الصلاة والسلام بلى جد نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تصنعي معروفة امرأة عاملة ولها ملكيتها الخاصة ولها دمتها المالية الخاصة وتقوم بإدارة شؤون أمرها والمرأة الشفاء اللي عينها سيدنا عمر بن الخطاب حسيبة على الأسواق يعني أشبه بكده قريبا من مهمة النائب العام تحاسب الناس في الأسواق وكانت امرأة يعني إحنا بس محتاجين نراجع في التاريخ الإسلامي لكن لأنه بيتصدى للدعوة من غير أهل الاختصاص الحقيقة بعض الناس الذين يتوهموا بأنهم في ذلك يخدمون دين الله إنما الناس لما نبعد الناس عن حقائق الأمور ونضل للعقول ونشوه المفاهيم ونشوه الصورة اللي المفترض أنه الإسلام جاء بها يعني نورا عظيما للعالمين وقول لها أصل فلوسك من شغلك فين ده بقى المجتمع حنقف المجتمعات كلها نسائية ونقف المجتمعات كلها إذا أفلنا في الأعمال فكيف في الأسواق وكيف في الشوارع وهذا كلام غير منطقي بالمرة ويناهض تماما كافة الأحكام والأداب الشرعية اللي جاءت لكي تنظم العلاقة بين النساء والرجال وإن هذه العلاقة لابد فيها من اللقاء بين النساء والرجال ولكن طالما ده موجود لصلاح أمر الحياة وعشان تستمر الحياة وفي مشاركة فجعل لهذه المشاركة ألوانا من الأداب والأحكام تضبط هذه العلاقة فأرجو أنك تنصحيها تقفل المركز اللي هي عملادة ومعرفش ياخد التصريح منين وأنها تتعلم الأول قبل أن تنصح الناس وأرجو أن الناس تتقل الله في الكلمة التي تقولها ومش كل كتاب بنقرأ ويبقى هكذا تعلمنا لابد من الصحبة ولابد من الدراسة والتخصص ولابد من التدرب على مسألة الإفتاء ونقل الفتوى لأنه حتى ساعات بيبقى فيه من أهل الاختصاص لكن ما عندوش هذه الدربة دي بتيجي بالتدريب إنما كده يعني نفتي الناس بغير علم أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينفعنا بما علمنا ترجمة نانسي قنقر